السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير ها هو شهر رمضان قد أهل علينا من جديد وكما تعلمون أحبتي أن هذا الشهر مبارك عظيم تزداد فيه الحسنات فعلينا أن نستغل أوقاته المباركة بالطاعات كالصلاة والدعاء وقراءة القرآن والتسبيح وإن استطعنا الصيام وعلينا طاعة الوالدين ومساعدة الإخوة والدراسة وغيرها من الأعمال الصالحة حتى نكون من الفائزين برضى الله تعالى هل تذكرون أحبتي عندما قلنا أن هناك سورتان من القرآن تسميان بالمعوذتان وسميتا بذلك لأننا عندما نتلوهما يحمين الله تعالى من كل سوء وأخذنا إحداهما من قبل وهي سورة الفلق لكن ما هي السورة الثانية؟ دعونا نكتشف اسم السورة من خلال لعبة اقرأ حرفاً واحذف آخر عندي مجموعة من الحروف الحرف الأول سألفظه والثاني سأحذفه حتى أجمع الحروف التي لفظتها وأكون منها اسم السورة هيا فلنلعب معاً سألفظ حرف الألف وأحذف حرف القاف واللام سألفظها والرا سأحذفها والنون سألفظها والكاف سأحذفها والألف سألفظها واليا سأحذفها أما السين سألفظها هيا نجمع الحروف التي لفظناها لنكتشف اسم السورة أن ناس سورة الناس أحسنتم إذن المعوذتان هما سورة الفلق وسورة الناس وعنوان درسنا لهذا اليوم يا أحبتي هو سورة الناس وفي هذا الدرس سنحقق النتاجات التالية أولاً أتلو سورة الناس تلاوة صحيحة ثانياً أذكر معاني سورة الناس ثالثاً أحفظ سورة الناس بشكل متقن وأخيراً أعلم إخوتي وزملائي ما تعلمته من سورة الناس وما فيها من معاني عظيمة أراد سامي أن يتلو سورة الناس لكنه نسي آدابة لاوة القرآن الكريم هل تستطيع مساعدته؟ هيا تذكر آدابة لاوة القرآن الكريم كي تستطيع مساعدة سامي أولاً عليه أن أحسنت يتوضأ وضوءاً صحيحاً وأيضاً أن يستقبل القبلة رائع وأيضاً أبدعت عليه أن يجلس بهدوء واطمئنان وأنت عزيزي الطالب قم بهذه الآداب قبل تلاوة سورة الناس حتى تكسب الأجر والثواب فلنستمع لتلاوة المقرئ ونردد معه حتى نحفظ السورة وتذكر الآية العظيمة قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس سورة الناس سميت بذلك لتكرار لفظ الناس في آياتها هيا لنعد كم مرة وردت كلمة الناس في السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إذن كم مرة وردت كلمة الناس؟ أحسنت خمس مرات النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وعدد آياتها ست آيات أبدأ تلاوة القرآن الكريم بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وماذا أسميها؟ أحسنتم اسمها الاستعاذة وأنا عندما أستعيذ يبعد عني الله تعالى وسوسة الشيطان فهو يريد أن يلهيني عن طاعة الله تعالى وذكره فأبعد وسوسته بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن ثم يجب علي أن أقول في بداية السورة بسم الله الرحمن الرحيم وماذا أسميها؟ أسميها البسمة لأحسنتم فلنبدأ بالآية الأولى نتعلم تلاوتها بشكل صحيح ونفسر معناها سأقرأها وحاول أن ترددوها معي حتى تحفظوها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس انتبه عزيزي الطالب على النون المشددة وقد لونت بالأحمر للدلالة على زيادة زمنها فأقول الناس ما معنى هذه الآية؟ قل قل يا محمد وقل يا كل مسلم أعوذ أحتمي وأتحصن بالله تعالى القادر على كل شيء رب الناس أي خالقهم ومدبر أمورهم فالله تعالى هو خالقنا خالق أجسامنا وحواسنا فأجسامنا تعمل بتدبير الله تعالى وقدرته وهو يعلم ما ينفعنا وما يضرنا سبحانه وتعالى الآية الثانية مليك الناس ولأن الله تعالى هو خالق الناس فهو مالكهم ومالك الكون كله وبيده كل شيء هيا نربط الآية الأولى بالثانية معا ونرددها حتى نحفظها قل أعوذ برب الناس مليك الناس الآية الثالثة إله الناس ولأن الله تعالى هو الخالق وهو المدبر وهو مالك الناس فهو يستحق العبادة وحده لا شريك له ومن العبادات الصلاة والصوم والتسبيح والدراسة وطاعة الوالدين ومساعدة الناس وغيرها من الأعمال الصالحة وأنت عزيز الطالب اذكر لمن حولك بعضا من الأعمال الصالحة التي نعبد الله تعالى فيها هيا نربط الآيات الثلاث حتى نحفظها قل أعوذ برب الناس مليك الناس إله الناس يؤكد الله تعالى على عظمته فهو رب الناس وملك الناس وإله الناس الآية الرابعة من شر الوسواس الخناس في هذه الآية نطلب من الله تعالى الذي هو رب الناس الذي هو رب الناس وملك الناس وإله الناس أن يحمينا ويبعد عنا شر الوسواس والوسواس هو الشيطان وسمي بذلك لأنه يهمس بكلام خفي وسمي بلخ الناس لأنه يبتعد ويختفي عند ذكر الله تعالى والاستعاذة فإذا خطر ببالك أن تقوم بعمل غير صالح مثل أن تضرب أخاك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهو يتراجع ويخاف عند ذكر الله تعالى هيا نربط الآيات التي أخذناها جميعا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الآية الخامسة الذي يوسوس في صدور الناس وكما قلنا أن الشيطان يتحدث ويهمس هيا هيا نربط الآيات جميعا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس أعوذ برب الناس كما قلنا كما قلنا الوسوس من الشيطان وقد تكون الوسوس بفعل الشر من بعض البشر أيضا فمثلا أحدهم يطلب من آخر أن يستهزئ بصديقه وهذا فعل سيء فأنا أطلب من الله تعالى أن يحميني من أمثال الناس السيئة وأفعالهم الشريرة فهو القادر على كل شيء إذن هذه معاني سورة الناس علمها لمن حولك وهي نردد الآيات من أولها قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بعدما تعلمت سورة الناس وفهمت معارمها أصبح من واجباتي أن أقرأ المعوذات في أذكار الصباح والمساء وقبل النوم وتعلمت أيضا أن أستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم كلما خطر لي فعل لا يرضي الله تعالى وأستبذله بفعل طيب يرضي الله تعالى سأنشر ما تعلمته في صورة الناس لمن حولي سأعلم أقارب الصغار تلاوة صورة الناس دون أخطاء وسأذكر عائلتي بالالتزام بقراءة أذكار الصباح والمساء كل يوم ليحفظنا الله تعالى المعلومات الإثرائية التي تناولناها في صورة الناس ستجدها صفحة 25 من كتاب دين وحياة وفي صفحة 26 من نفس الكتاب نشاط جميل فبعدما عرفت أهمية الالتزام بأذكار الصباح والمساء كل يوم ليحفظنا الله تعالى قم بتصميم جدوى لمتابعة التزامك بأذكار الصباح والمساء بمساعدة أفراد عائلتك وألسقه في غرفتك كي تسجل عليه التزامك كل يوم هيا أمسق قلمك الرصاص لتحل معي سؤال ماذا تعلمت؟ يقول السؤال أربط بين آيات سورة الناس ومعانيها العامود الأول فيه آيات سورة الناس والعامود الثاني المعنى أولا قل أعوذ برب الناس ما معنى هذه الآية؟ تذكر ما معناها؟ أحسنت معناها الله تعالى خالق الناس فأحتمي به الآية الثانية إله الناس ما معنى هذه الآية؟ تذكر ما معناها؟ أبدعت معناها الله تعالى هو الوحيد المستحق للعبادة الآية الثالثة الذي يوسوس في صدور الناس ما معنى هذه الآية؟ تذكر رائع معناها الوسواس يهمس للناس بفعل السوء الآية الأخيرة من الجنة والناس ما معناها؟ ما معناها؟ أبدعت قد يدلنا بعض الناس على فعل الشر ومن ثم عزيز الطالب افتح كتاب التربية الإسلامية صفحة 46 لنحل النشاط معاً يقول النشاط أمرر قلمي على ما أقرأ قبل النوم ماذا أقرأ قبل النوم؟ أحسنت أقرأ المعوذتان سورة الفلق وسورة الناس وعندي هنا سورة الناس هيا مرر قلمك الرصاص على الآيات وأنت تقرأها وبعد انتهائك من النشاط صفحة 46 اذهب إلى اختبر معلوماتي صفحة 47 يقول السؤال أضع الكلمة الصحيحة مما يأتي في الفراغ المناسب الكلمات الناس صدوري الجن الوسواس قال الله تعالى قل أعوذ بربي برب الناس أحسنت ملك الناس إله الناس من شر من شر ماذا؟ من شر الوسواس أحسنت من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في 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 صدوري أبدعت في صدور الناس من 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 الجنة والناس أحسنت رائع أنا متأكدة أنك كتبتها بخط جميل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر